مرحبا بكم أحبتي، شونكم؟ شاء أخباركم؟ إن شاء الله تمام، بخير وصحة وسلامة، دوم يا رب من يوم من عندنا ما يعاني من مشاكل التحدث في اللغة الإنجليزية؟ واحدة من هذه المشاكل اللي نركز عليها هي Past Simple Simple Past، ماضي بسيط Past Simple، ديشو أقول Past Difficult، Cheesy Joke اليوم راح نتحدث عن أساسيات تكوين جملة بالماضي احنا عدنا بالإنجليزي Three Dimensions هو أكثر بس احنا نقول Three Dimensions Past, Present, Future اوكي؟ لحد هذه النقطة احنا متفقين واحدة من الأساسيات اللي يريد الطرف المقابل يفهمك من تتحدث هو أنه تدل على أنه هذا Action بالماضي، مو هسا مثلاً I washed my car I washed my car بدلاً ما تقول I washed my car شون أني دا أحتي و دا أخسر السيارة بنفس الوقت فناخذ هذي الجملة مثلاً Walter washed his car on Tuesday دتلاحظ أنه Walter is not مثل ما دتلاحظ Walter is not washing his car right now He washed his car maybe maybe on Tuesday He didn't wash his car now washed wash wash فمنه يقول I wash my car now I'm washing my car right now هذي تختلف منطقياً على أنه أنا غسلت السيارة قبل عدنا أمثلة أخرى حقيقة مثلاً Last night I washed a documentary about Italy Last Friday I danced with friends Tom usually drives to work but yesterday he walked instead Heather cleaned her bedroom last weekend before the party Tom shaved off his beard yesterday after work Nia listened to music and started reading a new book مثل ما دتلاحظ هنان صارت dance danced wash washed try tried stop stopped فهذه هي الحركة الأساسية اللي إحنا نريد نوضح للمتحدث والمستمع باللغة الإنجليزية أنه إحنا بدأنا نتحدث على dimension أو بعد آني حسي يعني بعد سابق بعد مستقبلي ممكن حتى نقول will أو بالpast إحنا نقول wash 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 dance dance read read بعض من عدهم بيهن exceptions بالشكل morphologically speaking أو شكلياً عندك مثلاً jump jumped arrive arrived carry carried drop dropped work worked play played save saved decide decided hurry hurried stopped 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 اضافة لهذا احنا عدنا فتشي نسمي irregular verbs اللي أنا أنصحكم تتدربون عليهم وراح أخلي رابط للأفعال الأساسية اللي تحتاج تتدرب عليهم بالفترة الحالية حتى توجيد التحدث باللغة الإنجليزية مثلاً الفعل go بالماضي نقول I went I went yesterday or I went swimming yesterday أنا راح تأسبح أو ذهبت بدل ما تقول ذهب أو أذهب ذهبت yesterday الأمثلة الأخرى مثلاً I went have had do did put come came see and saw as an example I swam in the 500 race Sam ate two pizzas I came to the US in 1980 we went to the zoo last week we saw some rare birds they drank all the lemonade I did really well in school they had a great vacation Steve put his cup on the table Sheila drove to the park أخرى ممكن ينواجهة اللي هي بالاستثناءات إشكاليتنا بالاستثناءات في القواعد ليش بالاستثناءات أدى الفعل بي بعض الأحيان يربك المتعلم لين ما بي القاعدة الستاندرد اللي ننظيف إيدي للفعل وبعدين يصير طبيعي فبثلاً نشوف المثال التالي The traffic The traffic The traffic was bad So we were late to school فبدل ما تقول We are late إحنا موعدنا إحنا موعدنا كانوا وأخواتها بالإنجليزي عدنا بي وبناتها بي and her daughters شنو بي and her daughters بي عدها أبع بنات is, are, was and were واحد هو شكل البي بس بغير طريقة ما راح نتناوله حالياً لين هالي للمختصين اللي نحتاج نعرف أنه كل واحد من هذولي يتلائم ويرفاعل بطريقة معينة مثلاً I was late to school You were late to school He and she was late to school We and they were late to school You need to see how I use them He was a doctor for 40 years She was a Broadway star in the 1960s There was a party last night We were at the library yesterday There were lots of people at the party They were at the movie last week النقطة الملاحظة عليها والتركيز عليها لازم يكون كلش قوي نصيحة إلك لتشدده لأنه ما بي معنى بي دلالة قواعدية هذرني الأفعال المساعدة ذولي الأفعال اللي هما بي and her daughters بي وبناتها لتشددهم يعني استخدمهم إحنا نسميه copular استخدمهم بس stress خلي عليهم 20% باللفظ يعني مثلاً I'm waleed بدلاً ما تقول I am waleed There are few people بدلاً ما تقول There are few people يعني هي ما بيها معنى هذه إحنا نسميها functional word كلمة وظيفية وليس content word كلمة معنى هذا اللي إحنا لازم نركز عليها هذا باختصار ملخص لأهم العناصر الأساسية اللي نحتاجها حتى نفهم الماضي باللغة الإنجليزية راح أضيف لك رابط لأهم مئة فعل لازم تتدرب عليهم من تحفظهم أأكد لك بالماضي أو هسه راح تزيد الطلاقة ماتتك بنفس العدد مات الكلمات اللي حفظتهم رب يحفظكم